لا نستطيع أن ننهض ولم تنهض أمة قبلنا ولن تنهض بعدنا من دون العلم ونعني بالعلم العلم الشرعي والعلم الكوني أنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتم نأيتها الأخوات نحن جميعا معنيون إذا أردنا أن ننهض بأنفسنا بأسرنا ببلدنا بأمتنا ما استطعتم أن ترقوا في العلم افعلوا والباب مفتوح للعلو في درجات هذه المادة قال الله تعالى وقل ربي زدني علما جاء في كتاب العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى للمؤرخ الإنجليزي السير بون توبانت نوت جاءت الرسالة الآتية الكتاب موجود ومطبوع تقول الرسالة من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام بعد التعظيم والتوقير نفيدكم أننا سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربع وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة دوبانت على رأس بعثتين من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وقد زودت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص الإنباء من خادمكم المطيع جورج الثاني الآن خليفة المسلمين أرسل جوابا جواب الخليفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين وبعد إلى ملك إنجلترا واسكندنافيا المبجل اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن وعليه نعلمكم أنه سينفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين دلالة على مودتنا لشخصكم الملكي أما هديتكم فلقد تلقيتها بسرور بالغ وبالمقابل أبعث إليكم بغالي التنافس الأندلسية وهي من صنع أبنائنا هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا الإمضاء خليفة رسول الله في ديار الأندلس هشام الثالث لن تنهض أمة ولم ننهض في ممضى إلا بالعلم واليوم يا شباب أنتم في جامعاتكم وأنتم في أعمالكم وأنتم في مساجدكم يجعلوا عيونكم على العلم حيث ما كنتم الإسلام لا يرضى لواحد منكم أن يتوقف عن طلب العلم يلي معه لسانس الإسلام يطلب منه الماجستير يلي معه الماجستير دكتوراه يلي معه الدكتوراه أستاذية ويلي معه أستاذية فرع آخر ويلي فرع آخر يرقى في البحث العلمي ويلي بيرقى في البحث العلمي يرقى في الاختراعات ما استطعت أن تسعى في العلم إفعال علم كوني حصلت بدك علم شرعي تأخذ علم شرعي معك حصل علما كونيا عم تشتغل حرفة اجتهد في أن تحصل المادة العلمية لحرفتك بهذا تساعدنا على النهوض أما إذا كان المسلم جاهل بمبادئ دينه جاهل بقرآنه جاهل بحرفته جاهل باختصاصه صحيح معه شهادة بس تجده يعني جاهل جهل مطبق بهذا الاختصاص الذي يحمله والشهادة وبال عليه فهو هو سبب انحطاطنا وبقائنا في هذه الواقعة الشديدة لا أجدني محتاجا إلى أن أتلو عليكم كثيرا من آيات القرآن الكريم التي تدعو إلى العلم وتحث عليه وتثني على أهله خاصة وأن القرآن الكريم يتناول هذه الأمور في أكثر من ستمائة موضع حسبكم قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير حسبكم أن تذكروا أن في القرآن الكريم ألفا وثلاثمائة آي تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان هذه الآيات تقترب من سدوس القرآن وإذا كانت آيات الأمر تقتضي الطاعة وآيات النهي تقتضي الترك فماذا تقتضي آيات الكون؟ تقتضي التفكر والدراسة والبحث حسبكم أن أول كلمة نزلت في هذا الدين اقرأ وكذلك أنتم في غنى عن قراءتي لكم مئات الأحاديث التي تبارك العلم والعلماء يكفيكم حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثت الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اشتركوا في القناة